في أول تقرير رسمي للأمم المتحدة بشأن انتهاكات الحوثيين أثبت فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات تعاون ميليشيات الحوثي والقوات الموالية لعلي عبدالل صالح وتوفير القادة العسكريين وقادة الوحدات الموالية لصالح الدعم العسكرية للحوثيين كما حمل الوحدات العسكرية التي يسيطر عليها صالح مزئولية تزويد الحوثيين بالأسلحة التقرير اتهم الحوثي وصالح بتغذية التطرف والطائفية وازدياد أنصار القاعدة في اليمن بسبب اعتداءات ميليشياتهما على المدنيين هذا وأشار التقرير أيضا إلى تورط إيران في تزويد الحوثي وصالح بالأسلحة مقدما أدلة على ذلك عدى عن كشفه بعض مصادر دخل وتمويل العمليات العسكرية التابعة لميليشيات الحوثي وصالح وأكد فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات أن ميليشيات الحوثي وصالح تتمركز بين المدنيين وتستخدمهم كدروع بشرية في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني وأحمل تقرير الأمم المتحدة ميليشيات الحوثي وصالح مسؤولية إعاقة وصول وتوزيع المساعدات الغذائية للمدنيين مؤكدا على أنها تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال القمع المنهجي لحرية التعبير والتجمع في مختلف المحافظات كما حمل تقرير الميليشيات مسؤولية تجنيد أغلبية الأطفال والدفع بهم للقتال وأثبت أن هذه الميليشيات تقيد الحقوق المدنية والسياسية من خلال الإعدام والاعتقال والتعذيب واختفاء الناشطين والأكاديميين والمعارضين والمحتجين مواثقا حالات تعذيب ووفاة أثناء أو بعد الاحتجاز